دورة قرآنية تكللت بالنجاح وختمت بالأجر والفلاح بحلول نهاية فصل الصيف تحفيظ القرآن الكريم وتسميعه وتلقي علوم الحديث النبوي الشريف هو ما جمع هؤلاء الفتية في مسجد عمر أبو حفصة في قضاء خانقين بمحافظة ديالة منذ بداية العطلة الصيفية بفضل الله تعالى علينا نحن المسلمين في جميع مساجد خانقين تفتتح دورات تعليم وتحفيظ القرآن الكريم وذلك خلال الفترة العطلة الصيفية للأطفال للمدارس وذلك بتعليم آداب الإسلام وكذلك نعلم القرآن وحفظ القرآن وحب النبي وحب الإسلام ليخرجوا لنا ذرية طيبة ليخرج لنا أولادا غدا يحلوا محلنا بداية كل صيف يتوافد عدد من الصبية وينتشرون في أروقة المسجد ليصنعوا هذا الحدث أجواء روحانية تجمع ما بين العلم والمعرفة والسلوك القويم حيث يتكفل علماء الدين بتعليم التلاميذ أسس الشريعة الإسلامية أنا كنت بدورة مال جامع عمر أبو حفظ اليوم تخرجت الحمد لله أنا كل سنة أشارك بهذه الدورة ودائم على هذه الدورة وأنا تعلمت قرآن وأحاديث يقول إمام وخطيب جامع عمر أبو حفظة إن الجامعة بني بوصية من شاب عراقي فارق الحياة بعد صراع مع المرض قبل ثلاثة وعشرين عاما ليخلف بعد وفاته صدقة جارية وعلما ينتفع به هذا الجامع المبارك بنيت بوصية من المرحوم عمر عبد القادر الزنقنة كان طالب كلية الطبصة في الثاني ولكن قدر الله سبحانه وتعالى أن أصيب بمرض سرطان يعني نسأل الله سبحانه وتعالى له الفردوسة الأعلى فوصى عند وفاته في سكرات الموت بأن يبني له والده يعني مزجد دورات تحفيظ القرآن الكريم والحديث النبوي إرث إسلامي كان يعرف باسم الكتاب وهو المحطة الأولى لتلقي أساسيات العلم الشرعي قبل أن يكمل التلميذ دراسته المتقدمة وتوارث المجتمع العراقي الكتاب من الآباء والأجداد ورغم انتشار المدارس والجامعات إلا أن هذا التقليد ظل قائما حتى يومنا هذا موسيقى موسيقى